وعايز أتكلم معاك النهاردة فانينادي الأهلي الأهلي رايح لفايل الأفراك والنادي الأهلي مش النهاردة بس المباريات اللي فاتت وانا أ Goldtio حتى النهاردة في المقدمة في كزا علامة استفهام على المستوى الفني والتكتريكي في الملعب بشكل عام وعلى المستوى الفردي لكثير من اللاعبين رأيك إيه في الأهلي الفترة الأخيرة مش أتكلم بس على مباريات اليوم بقي فاني أهلي باي مش من النهاردة من الفترة يعني ممكن النهاردة مكسب.. احنا بنتكلم هنقول مكسب معناوي تحفيزي للمباراة النهائية يعني كلها مكاسب. بس يعني اتكلم بوضوح وبصراحة.. لا نادي الاهلي في كارسة. كارسة? كارسة. اه. افترضنا. لقدر الله الغيابات اللي عندك مرجعتش. ايه الوضع الحالي? بالشكل اللي انت شايفه النهاردة ده. وما تقوليش حصل النادي امبي بيلعب زون ديفينس وكل.. بس الاهلي في افريقيا كل مباراة او معظم مباراة الى حد كبير كان له افضلية وكان افضل من كده. حتى دايما نتحدث عن الاهلي افريقيا والاهلي في الدوري. يعني الاهلي في الدوري دايما. مش قاس ما اهل افريقيا هو اهلي دوري. اه. هو مستوى فريق. انا هقولك على حد. فضل. خلي انا نتكلم على المستوى العالي شوية. دور الانجليزي. وفي ليفر اوروبا وليفر دوري. لا طب. في السيتي. اوروبا دوري. اكيد لا. مستوى واحد. مستوى واحد. طبعا. ممكن ما فيه بضلكة في ماتش. طبعا. اه دي اوف بتاع العيب اتنين. فرقة. مدير فني. انما مش مش عالقه. طبعا لدي نتايج الالف في الافريقي افضل من نتايجه في الدولي. بالضبط. اقول لك. ممكن بص اقول لك الحاجة. فضل. حتى الدور اللي انت شايفه كتير اهو دي. ممكن تكون اغاز من عنه. بس هو حتى وهو الفرقة كاملة بيدور كتير. مم. ودي مش مطلوبة. مم. انت لو ترجع لجينا احنا مع مستر مانويل. مم. كان فيه ثبات في التشكيل مثلا موسم كامل تلاقي حوالي ستاشر سبعتاشر لاقي بهم اللي بيعابوا بس. مم. فيه ثبات في التشكيل. فعلا انت عشان تنجح. حتة دوري الكتير دي ما 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 لايش عايزة في الوقت الحالي. صحيح. يا بتقولة الدوري دي مش بتقولة مهمة. طبعا. وانت بتلعب عليهم احتاجها. طبعا. خلاص يبقى لازم فيه فيه ثبات تشكيل. مم. نفس الحال في افريقك. ما انا بقولك هو دلوقتي مجبر. انما انا حتى بكالبك من فترات سابقة. صحية. لا هو بيدور كتير. ما عندكش ثبات. يعني جميع الخطوط انت بتغير فيها. بشكل مستمر. مم. وده مش مطلوب. مم. لازم على الأقل في الفترات اللي جاية. او حتى لما ترجع ان شاء الله من النهاية افريقا. سبب تشكيلك. مم. حتة الاهل. صحية. تقعده. مم. يرجع تاني. مم. لأ. انت عايز مستوى ثابت على طول. والمستوى الثابت بيجي ان ايه؟ من الاستمرارية. طيب فكرة انا بقى انا انا فكرة فيه كلام كتير من انت قلت انا معظمه معاك. بس انا بسألك برضو انت راجل لعيب كورة. ومدرب دلوقتي كمان. تلات اربعة ايام الاهلي بيلعب كل مباراة كله تلات اربعة ايام. ده مش محتاج لازم غزبا عنك هتعمله حتى لو مش عايزه بمزاجك. انت نادي الاهلي. اه. يعني وسائل اللي استشفى كلها عندك. مم. عندك مدرب احمال. عندك مخطط بدني. عندك جهاز طبية يعني متكامل. مم. فما تقوليش ان انت اقل من حد. انت نادي الاهلي. الناس بتبص. تلعب على حيط الكاس عالم اندي. يعني انت وصلت لعالم ايه. صحيح. فعندك كل وسائلة ورفاية ان انت تقدر يعني ايه ترجع العابة دي في اصرع وقت. مم. في دور انجليزي بتلعب تلات ماتشات. بس حتى عند الوقتي اديت مسال بالدور انجليزي. ليفربول مثلا عشان عنده فاينال اه تشامل ليج لعب ماتش ساوس هامتون اللي فات بتسعة لعبين برا. مغير ماتش. 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 في اه في اه في كام في ستة وتلاتين ولا اه في ستة وتلاتين اسبوع او تمانية وتلاتين اسبوع. ماتش واحد. غيرها عاعد ناس كتير. طب ما ريال اخر ماتش الله. كان يمبارح معنا يا البتيس. بلعب فل تي. فل تي. صح. ليه? انها اخر تجربة. انا ما عندهش مشكلة. انا بكلمت لازم يجي وقت. ايه حاجة اسمها سابق تشكيل. ما ينفعش تدوري اللعابة كتير ده. والله بتسبب للمدير فاني مشكلة. وحاطة على الانسجام اللعابة بينها وبين بعضها. ما بتبقاش بالشكل المطلوب. انت قلت لي قبل ما نخش على هوا قلت لي هوا المشكلة انه اللعابة نفسها مش منساجة. حتى اقول لك. يعني انا عزره النهاردة يعني. طبعا. انا بقول لك. خطين. انت بتتكلم بص في اقوى تلاتة في نادي الاهلي في الفترة الفاتية. صح. ديانج والسولية وحمد. صح. ولاغين عنهم. مم. النهاردة بتلعب بولد ناشئ. حاجة محترمة ان شاء الله يبقى. يعني يبقى حاجة كويسة بازن الله. طبعا. ومع افشة. مم. فا افشة ما عندهش كميات الجاري العالي او مش الراجل اللي بيدربه. مش الراجل اللي بيقطع. مش السولية. مش ديانج. صح. نفس الحل الخط اللي فوق. بتعارف كله شوها بعضه. مش راجبين على بعض. مم. انما انت لما بترجع لأفريقيا. تلاقي التلاتة دولة في نص ملع. هتلاقي شريف او اه تاو او او طاهر او حسين او عابقادر. هلقل فين سجام كل واحد عنده حساس بمكانه. مم. انما ما تجيب ليش زي الماتش اللي فات مسلا. مم. جبتي له احمد هابقادر بيتلعبه نص ملع. مم. طب الراجل ده لعب خط. حلوله برا. مم. هو حسز بمكانه. عارف هو برا بيعمل ايه. انما لما تجيبه قلب الملعب. صحيح. مش بتاعته. صحيح. ممكن ما بيعرفش يستلم تحت ضغط. ممكن يا وارد. وده متاع. مش قولك ان ما بيحصلش. احصل لعبة في العالم كل واحد. مم. بيقولك ايه? انت عايز تبدع ابدع في مكانك. صحيح. انما هتجيب مسلا محمد عبدالله كاباك راية تلعب دفندر. ممكن اشتغلها. بس ابقى مؤدي. مش مبدع. صحيح. انما اللي بيحصل في النادي الاهلي ده. ممكن يديله العزر في الوقت الحالي. عشان قسرت الغيابات والاصابة اللي عنه. انما في الفترات اللي جاية ماينفعش. طيب ده العزر للموديل الفني او حتى الفترات اللي جاية او اللي فاتت مش عاجبك بعض الامور. اما كناك بقى اللحتي على المستوى الفردي لللعبين. اضاعة فرص سهلة للنادي الاهلي. تقريبا كل مباراة الاهلي بيصنع عدد من الفرص. لكن الاضاعة سهلة جدا. برسيته بيضاية. محمد شريب بيضاية. كل ويضاية. طاهر. صلاح محصن نهار ده جوة. صلاح محصن جوة. بالزبط. حتى لو كرة بانت بعد كده ناقف سال. بس ضاعت برضو. ايه المشكلة? يعني العيب نادي اهلي. يعني اللحتي العيب نادي اهلي. فاللعيب نادي احس ان الشيحات برضو تليق على فترات. بيلعب ويقعد. يلعب ويقعد. حسيت المطرات. بغير برضو ان فيه جوز كبير. الله اعلم. واحنا مش جوة المطبخ ومش شايفين. عشان برضو ما نظلمش. على الال لازم يبقى في جوز في الواحدة التمرين. مش مش شرط كل يوم. يعني انت بتخصص واحدة في الاسبوع. شو نتخصص الفرود. واكيد يعني لازم. ايه المقطة في عمل زي مع كلات السابتة مع ابي. اه. الرأس. الزمالك والمقاولين في النص كمان. والنهارده اللي بيشوت محمديني وبشوتها في نص الحيطة ومحمديني مش في نوهش بيشوت قبل كده وفlement. مع العلم ان الفاول ده قريب اليافشة. مثلا. اه. اا. وانت اكيد الكرات السابتة دي انت كمدرد بتطور تضرب اللعيب عليها. ولها نسها. ولها نسها. وبالظبط. يمكن بجفاتر الكاد ابتزر اشتغال. بالظبط كده. بص اقول لك الحاجة يعني ممكن ايه بترجع برضو عدم ثقة يعني قبشة بقاله فترة بعيد على قيل من النهاردة انا من وجهة نظري من افضل الناس في المرحة من افضل الناس في علم الرجل بيعرف نزل بيستلم وبيشتغل وبيشتغل الناس اللي قدام وعلى الاقل عنده ثقة بنفسه يعني حتى على الاقل كم يعني مش بتلوش مز بس كتير للنهار شو صحيح غير بقى يعني تعال اشوف النهاردة علي معلول بيعيد عن الهدفين اديه في بتاعه مش عالي كريم فواد برضو نعذره على فترات لان كريم برضو نلعبش بصفه دايما عاب قادر لما نزل مش قوي الشحات بعيد طاهر بيحاول شريف برضو بيحاول صراحة محسن بيحاول يعني انا برضو عايز اقول لك يعني لو انت وفرت يعني اتنين ثلاثة واشتغلت حتى على الاقل بحد في المراكز المؤسرة بتاعته اللي هو بيبدع فيها هتلاقي الشكل اختلف صحيح إنما لما تعالى صلاح محسن طاهر حسين شريف اذا اربعة واتلاقي الاربعة يعني صلاح وطاهر يعني كوالتي واحد او شغولهم واحد الاثنين عندهم دريبل كويس عندهم سرعة مفيش الراجل المبدع اللي يقدر اشتغل من العمق ما شوفناش الكلام دا السيسنة عبدالقادر اللي ممكن عنده حلول فردية صحيح حسين الشحات برضو نفس الحل فاتلاقي ايه عدم يعني زي ما بولك ايه الاربعة اربعة في واحد شبه بعض شبه بعض مفيش مفيش توليفة كويسة صحيح فده اللي ظهر النهاردة صحيح إنما أنا بقولك يعني نهذا الاهلي كمان لعب طولي كتير اول نهاردة كرواة طولية كتير أنا ببسيت على الحصولات حبيت اشوف الاهلي لعب كم كرواة طولية خمسين كرة بمعدد خمسين وخمسين وخمسين نصر كابتن حلمي اكبر على كده بس انتلازم بص ما عشان أبقى مدير فاني شو حصل اللي لازم يبقى عندي سيناريو اثنين وثلاثة صحيح كابتن حلمي فعلا حضر الماتش بشكل كويس هو محضر يعني مش عايز أقولك هو محضرش أكيد حضر بس لازم يبقى أنت متوقع إن أنا ممكن اوصل لنا لاجيبي الأول ممكن يخش فيها طب برجع للجيمي ازاي يبقى عندي بدل السيناريو اثنين وثلاثة تغيرات طب لو حتى طريقة اللاب بتاع كابتن حلمي الراجل بيلعب كله تحت الكرة وعمل لك زنف وبيلعب النهاردة بتلاتة والتلاتة في الحالة الدفاقة بتتقل لي براءة خمسة اربعة واحد فعمل لك يعني إزاي يقولك إيه قفل لك دبقى مفتاح طب حلولك فين معلالي أنت حاطت أكبر كم لعابة كرة في الملعة طب حلولك فين فلازم يبقى عندك سيناريو اثنين وثلاثة عشان تقدر تفك اللي انت شبت النهاردة ووارد النضايح صيب ومتشل ودات هيبقى حلولك إيه وواردين انت ما تعرفش ترجع فبرضو لازم يبقى محضر للكلام ده كله إنما انت فجأة هتلاقي نفسك طب النهاردة على الانذار ومؤشر وفي نفس الوقت ربنا نجدك منه فانت لازم تبقى محضر لللي جاي إن برضو أنا بقولك انت بتلعب فرق ماتش اللي جاي الوداد فرق كويس ملعب وسط جماهيرة ومش عايز أقولك ممكن يعني هم يعني ضغطوا بكل المحاولات إن هو يبقى الماتش ده عشان تعويضاً ليهم للماتش اللي هو كان بتاع التراجي اللي ضاع منهم فممكن برضو السيناريا يعني بص كل السيناريا اللي انت بتفكر فيها ممكن تلاقيها صح فانت لازم تحضر للكلام ده من بدر عشان تقدر تاخد البطولة التأتي وترجع صحيح لو انت مش محضر من دلوقتي لا هتبقى في كارسة هتبقى في مصيبة أتمنى طبعاً يعني التغيير بسرعة التغيير هنا في دماغه لأنه أكتر واحد عايش مع لعبته وعارف مني اللي ممكن يبدأ وممكن ليشتغل فاتمنى طبعاً التوفيق لي ويبقى مصحصح معنا شوالاً لأنه بتنامهم طبعاً طيب ده نادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر